المسجد الأقصى يحتل من قلوب المسلمين كافة بكل طوائفهم وأجناسهم ومذاهبهم مكانة سامية مرموقة وينظرون إليه نظرة ملؤها التعظيم والاحترام والتكريم كما ينظرون إلى كل مقدس من مقدساتهم وكل رمز من رموزهم المباركة وهو منقوش في ذاكرتهم لا يمحوه منها محنة احتلاله من شذاذ الآفاق وعبدة العجل من الصهاينة الآثمين ويعيش في وجدانهم حاضرا دوما لا يغيب وماثلا في أذهانهم لا يحجبه عن بصائرهم ليل المأساة مهما دلهم ظلامه وكثرت خفافيشه وثعابينه ولا يخبو لهم أمل في تحريره من قتلة أنبيائهم مهما امتد حبل الباطل ووجد من يسانده في إجرامه ويغذيه بأسلحة الدمار وقوات الشر ترجمة نانسي قنقر